لأول مرة في باقة الغربية وفي المجتمع العربي تنظم بطولة تنس الطاولة للفتيات والتي قام على تنظيمها قسم الشبيبة في البلدية بالشراكة مع قسم الرياضة في المركز الجماهيري وقسم المبادرات والبلد الآمن وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفتيات المحبات لهذه الرياضة بممارستها وإنشاء فريق يتأهل لخوض مباريات محلية وقطرية نحن بهذا المجال ندور على أطور جديدة التي يتنوع فيها البنات ويدخلها ويمارسها فإحدى الأشياء فكرنا أنه بطولة تنس طاولي وهي نسبية جديدة وقليل جداً ما يمارسوها بس كل الفكرة هي أنه عن جد يخوضوا هذه التجربة وميعشوش بس مجال واحد في الرياضة الأحلى من هيك أنه كان في شركاء بسببهم ساعدونا بأنه قيم هذا المشروع وكان ناجح جداً القائمين على المشروع هو مدير قسم الشبيب بلدية باقة الغربية قسم البلد الآمن والمركز الجماهيري قسم الشبيب وقسم الرياضة نحن أول فريق أول تجربة كانت عندنا هنا في البلد في باقة الغربية يعني الحماس كان عند البنات إشي رهيب يعني إجوا كمية بنات قريباً 12-14 بنات كان إشي كتير كتير رائع يعني والبنات يتحمسوا أكتر لدرجة أنه فكرنا نفتح الإشي أكتر رسمي نعمل لهم بطولة ونعمل لهم تدريبات بشكل رسمي وجدي هذا وقد شاركت في المسابقة مجموعة من الفتيات من باقة الغربية والمنطقة التواقات لممارسة رياضة كرة تينس الطاولة فيما تميزت البطولة بالإثارة والأجواء الحماسية يصحبها تشجيع كبير للمشاركات وقد فازت بالمرتبة الأولى سنة أمير مواسي وفي المرتبة الثانية بسمة غنايم وفي المرتبة الثالثة آية قعدان مهم جداً نوجد أطر للرياضة بالذات للتينس لأنه عندنا عدد بنات منيحة اللي هو بحب يلعب هاي الرياضة وحابين اللي نوجد لهن إطار وحابين إنه نقدم منه ونكبره لقدام بالسنة القادمة الجديدة عشان نحافظ على هاي الرياضة وغيرها من الرياضات نبلش نفتح فيها أنا بلشت ألعب تينس بالمدرسة بكا يعني هيك يطلعني شوي من الامتحنات أو من الضغط أو من الإشي وبعدين صرت شوي شوي أحب الإشي ومتدرب أكثر إنه صرنا شوي محترفين فيه وبعدين شفت هذا الإعلان ذا البطولي وكنا يلا يعني منجرب وبكى إيش كثير حلو يعني كثير حلو إنه خلاص نجرب بالحياة عن جد ونلعب وفي ظل الإقبال الكبير من قبل الفتيات على هذه الرياضة فقد قرر قسم الرياضة في المركز الجماهيري بتخصيص يوم واحد في الأسبوع للفتيات لممارسة رياضة تينس الطاولة مع افتتاح سنة الفعاليات والنشاطات الرياضية ترجمة نانسي قنقر